أكيد سعاد كما أسبق وذكرتها أنك كل يوم ثلاثة في حلقتنا دايما نحاول أن نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي لحقتنا فيما يخص ملفاتنا الصحية دايما بحضور دكتور حامد ليري رامنا ورنا مرحبا بك صباح خير سارة أهلا وسهلا وتحية لكل المشاهدين الأفضل إذن لحقتنا دكتور مجموعة من الأسئلة فيما يخص كل ملفاتنا الصحية منها اليوم ونحاول أن نجاوب على هذه الأسئلة يلا نبدأ أو سؤال نعم تفضل يلا سيد نور الدين محمد من الجلفة يسأل قال لك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون ليلا ليلى بعث الله إليها ملكا ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها هل هذا الحديث يتطابق مع العلم وتطور مراحل الجنين طبيا؟ نعم صدق الرسول الكريم في حديثه الشريف نرى في الصورة إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون ليلا بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها نعم العلم التطور العلبي الحديث وكل التجارب المقننة تؤكد أن تطور مراحل الجنين هي مراحل معروفة ومدروسة علميا والآن نشوف الصورة الأولى نعود إلى الصورة الأولى نشوف تطور الجنين يكون في البداية يكون عبارة عن نطفة في اليوم الأول يكون علاقة في اليوم السابع ثم مضغة في اليوم 35 وحتى 41 يوم يعني نشوف أنه سبحان الله يعني حتى الـ 41 يوم يبقى الجنين ما عنده حتى هيئة إنسان أو بشر هذا حتى الـ 41 يوم نشوف أنه في 42 في اليوم الثاني والعربعون نشوف أنه يأخذ الصورة البشرية ويأخذ الصورة الإنسانية ونشوفه يتكون وهنا نرى يعني نرى يعني نرى يعني سمع الأذن ونرى كذلك نرى العين ويتكون الجلد واللحم والعضاب فهذا الحديث الشريف ينطبق تماما ويدخل في المهجزة النبوية لأن قرون وقرون يعني بعد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نلاحظ أن التطور العلمي ومراحل تطور الجنين تثبت علميا عن طريق الصورة والأشعة الفوق الصوتية إذن هذا بالنسبة لأول سؤال رحوا إلى ثاني سؤال هذا شاب سليم من أقبو يقول عمر 23 سنة أعاني الويل من ألام المعدة والحرقة يعني طبيب قال له أنه قرحت المعدة وأعطاني علاج لمدة أسبوع ولم أشفى هل يمكن أن يكون هذا سرطان المعدة أو الكولون؟ نعم سؤال الذي هو أن نشوفه أنه في ألام المعدة لما نقوله ألام المعدة والحرقة نعم فعلا هو يعني ممكن أن يخاف في مثل هذه الحالات لكن لما قال يعني ألام فوق تحت القفى الصدري في المعدة وحرقة وقال له الطبيب أن هذا ممكن أن يكون مدلوا يعني طالوا عينات لمدة أسبوع أسبوع نعم هي قرحة عبارة عن قرحة معيدية ممكن أن يكون قرحة معيدية لأن الآن العلم كشف أن هناك نوع من البكتيريا نراها في الصورة وهي تشبه الهيليكوبتر لهذا سميت بالهيليكوبتر بكتيريا هذا نوع من البكتيريا يعني يحفر نشوف الصورة في الفيديو الثانية إذا كان ممكن هذا البكتيريا هذه يعني رح تحفر النسيج الضام المحيط بالمعدة وتأكل المعدة وبالتالي يعني تأكل الغشاء المبطن للمعدة وتخرج الإفرازات يعني تعل إنزيمات وتعطي ما نسميه بالحرقة والألام نشوفه في الصورة هذه صورة نشوفه المعدة ونشوفه في الصورة هذه الهيليكوبتر بكتيريا كيف تأتي وتدخل يعني إلى المعدة بعد ما تدخل إلى المعدة رايحة يعني تأكل النسيج الضام وتعطي ما نسميه بالقرحة المعدية أو القرحة العفاجية فالطبيب في مثل هذا الحالة يعني إذا قال القرحة المعدية ممكن يعني أن يثبت التشخيص التعو عن طريق أشعة الفيبروسكوبي يعني يدخل أمبوب بالصورة من الفم إلى المعدة ليثبت وجود يعني القرحة المعدية ويضع التشخيص الصحيح بعد أن يضع التشخيص الصحيح رايح يعني يعطي له العلاج اللي الآن هو العلاج متواجد نشوفوا هنا القرحة يعني بعد دخول البكتيريا يعني كيفاش تتهرأ كل الغشاء المبطن للمعدة ويصبح الألم وفي بعض الحالات إذا خلناها بدون دواء ممكن تؤدي إلى نزيف داخلي فلهذا لابد من علاجه يعني هو عنده تخوف من سرطان المعدة أو الكورونا يعني وش هي الأعراض هل تختلف من سرطان نعم تختلف تماما تختلف فلقلنا تختلف تماما لماذا لأنه في سرطان المعدة والمعي هناك ما نسميه كذلك بإفرازات أخرى وهناك أعراض أخرى مثلا نجد الدم في البوراز لكن في حالة يعني في حالة القرحة المعدية ما يكونش فيه يعني ما يكونش فيه دم في البوراز ثم هناك نعم ميغيس مانكي انتونس في حالة السرطانات يعني ممكن يعني سرطان يؤدي إلى انتقال عن طريق الغدر اللمفوية والدم إلى بعض الأعضاء الأخرى وبالتالي حتى الأعضاء الأخرى تصب وهذا ما يعطي تانيك نعم ميغيس مانكي انتونس ونقص في الشهية وتذبضوا يعني الأعضاء الدموية في الجسم منتعه فلهذا يأخذ العلاج لكن هو قال في سؤال تاندون قال العلاج أخذه لمدة أسبوع نعم العلاج لمدة أسبوع لا يكفي الآن بفضل الاكتشاف هذه البكتيريا نعطيه مضادين حيويين لمدة أسبوعين أسبوع واحد لا يكفي فلهذا لابد من العودة إلى الطبيب وضع التشخيص تأكد من أنه قرحة معيدية ثم يعطيه العلاج ومتمثل في مضادين حيويين يخذوا يعني لمدة 15 يوم 15 يوم إضافة إلى مضاد إلى إنزيمات الحارقة يعني لبيغوزيس هذاك لكذلك يهدأ من الحرقة الماعدية إن شاء الله يكون في المتابعة رحوا إلى سؤال آخر جحفر من ولاية سعيدة يقول عمري 19 سنة أصبت بحروق قديمة سببه زيت مغلي أثره الآن في رقبتي حتى تحت الأذن حوالي 5 سنتيمات هذا يزعجني هل يمكن إجراء عملية تجميل لنزع في العاصمة علما أن العلاج في سعيدة مستحيل نعم فعلا في سعيدة ممكن يكون مستحيل لأن فيما يخص جراحات التجميل موجودة في العاصمة أكثر فممكن جدا في مثل هذه الحالات خاصة نشوفه أن بعض الشباب يعني ما عندهش تخوف خاصة أنه عنده قديم يعني الحروق مليكان صبيعي يقول مليكان صبيعي فممكن جدا أنه كذلك قال أنه حبي يعني يندمج في في سلك الأمن ولهذا قال لك يعني هد هذه يعني لسيكا تخيط ما تسمحط لهش باش يدخل فنقوله أنا ممكن العلاج في مثل هذه الحالة ومرحبا به في العاصمة يعني لما إذا يجي العاصمة يعني ممكن نساعده فيمكن العلاج الجراحي هنا ليكون يعني في مراحل ربما يكون في مراحل شهور نزع النسيج المصاب والقيام بتمديد النسيج المحيط وأخذ كذلك يعني سخونابلوتوغافي يعني من الجل الطبيعي لتغطية المكان يعني منه من الرقبة بتغطية المكان المصاب بهذه أثار الحروق وبالتالي يعني ممكن يعني يعني معدوش أي تخوف ما في حتى التخوف ومثل هذه الحالة الآن يعني تعالج بطريقة جيدة خاصة نحن في المصلحة المركزية لعلاج الحروق ليشرف عليها الأستاذ ميتيش هناك طباء كفاء في مثل هذه الأشياء لنحييهم من خلالهم الدكتورة بهلول كذلك لتقوم بأعمال جيدة فيما يخص يعني عميات تجميل كذلك فيما يخص الحروق أوكي يلا وإحنا كذلك إن شاء الله يكون بشير في المتابعة يلا رحوا إلى سؤال آخر والأخير في فقرتنا لنها اليوم سيدة بهية من برج البحري تقول الإبن انتحى يبلغ من العمر خمس سنوات أصيب بالتهاب الرئى فأدخلته للمستشفى علما بأنني أخذته إلى عدة أطباء ولم يضعوا التشخيص لحد الآن يعني وين زادت الحالة أنتعه تعقيد وأصبحت الحمى لا تنزل عن أربعون درجة هل هذا المرض خطير كيف يكون العلاج وشي المضعفات وهل هو معدي للأسف الشديد يعني مثل هذه الحالات التهاب الرئى أو ما نسميه بذات الرئى البنموني عند الأطفال من الأمراض الخطيرة وفي الجزائر الآن هي من الإصابة الأولى في نسبة الوفيات فلهذا مهم جدا يعني للأطباء كما قلت لك ديتو عند الأطباء لكن قالوا في البداية التهاب لوزتين ثم يعني أمراض أخرى موضعه تشخيص صحيح في بعض الحالات لابد من وضع التشخيص بطريقة الجيدة لأن المرض هذا كل مقدنة يعني مبكرا كل ما يكون العلاج أحسن فإذا وصلت الحالة يعني حتى ربما وصلت الحمى أصبحت أربعين درجة وما تنزلش فهذا ممكن يكون كذلك من المضاعفات ممكن يعني يكون أصيبة بما نسميه بصديد في الرئى أو يعني أو تقيع ممكن من هذا من المضاعفات فلهذا على هذه السيدة الآن مدامرة وموجودة في المستشفى يعني خاصة يعني في الأوينة الأخيرة ولا تطلع له حمى أبعين درجة لأنها خلوة هي طول يعني العلاج يختلف تماما لما يكون التهاب الرئى جرثومي أو فيروسي العلاج يختلف وخاصة أن الأطباء ما عرفوش يعني وما عرفوش شخص في البداية فلهذا التشخيص لابد من إعطاء حقه في الحالات عند الأطفال وربما هي باش نوضع التشخيص هي أشعة للصدر فقط يعني لما ندير أشعة للصدر ممكن نشوفه في الصورة الإصابة بما نسميه بالتهاب الرئى أو ذات الرئى اللي ممكن تكون جرثومية وإذا كانت جرثومية ممكن تكون خطيرة إذا خليناها ممكن توصل حتى إلى التهاب الصحية توصل حتى إلى التهاب الأذن الوسطى وكل هذا يعني ممكن يكون خطيرة على صحة الطفل على كلين الخطورة الآن انتهت مدام هو موجود في المستشفى والعلاج يكون عن طريق المضادات الحيوية عن طريق الأوريدات ثم المسكنات في بعض الحالات يكون الحالات المعاقدة ممكن يحتاج كذلك حتى إلى الأكسجين باش يتنفس يعني وهل هو معدي نعم معدي التهاب ذات الرئى خاصة عند الأطفال وعند الشيوخ وإلى أصحاب الأمراض المزمنة إذا كان الطفل صغير مصاب بحمى شديدة وتتعاود وتتكرر فنحاولوا ما نقربوش منهم كتير لأنه ممكن يكون تكون الإصابة فيروسية أو حتى جرثومية وتكون شديدة ممكن أن تنتقل عند الناس ليس عندهمش مناعة قوية فلهذا احنا دائما إنسان لما يكون مصاب حتى ولو كان رضيع يعني لما يكون مصاب بمثل هذه الأمراض نحاولوا نتقربوه في أقرب وقت إلى المستشفى وعلى الأطباء وضع التشخيص في يعني من تهونوش في في الفحص التالي المريض لأن حالة حالة يعني أنتلي تغاكس ممكن نضع التشخيص في الوقت المناسب لأن بعض الأمراض ممكن إذا تعقدت يعني طولنا رايحة تتهكت إن شاء الله وإحنا إن شاء الله كنا حاولنا أن نجاوبنا على كامل الأسئلة اللي لحقتنا عن يعني عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك إن شاء الله دائما تتقوا توصلوا معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك تويتر إنستغرام ودايما نحاول أن نجاوبوا على كل الأسئلة دائما بحضور دكتور حميدياتك صحة نعم